مع عودة طلبة المدارس إلى صفوفهم الدراسية مرجح أن تفشل عمليات التشخيص لفيروس كورونا المستجد بسبب اختلاف أعراضها لدى الأطفال وهذا ما أكدته دراسة بريطانية شملت أكثر من 990 طفلا من جميع أنحاء المملكة المتحدة وتوصل الباحثون خلال الدراسة أن من بين الأعراض الأكثر شيوعا عند الأطفال بفعل الفيروس هي الإسهال وألام المعدة والغثيان إضافة لفقدان حستي الشم والتذوق الذي لم تظهر سوى على 6 من الأطفال كان حوالي 50% منهم أيضا دون أعراض فبعد أن كانت أعراض الجهاز الهضمي مقتصرة على البالغين أصبحت تطال الأطفال علما بأن الأعراض الشائعة عند الإصابة بالأنفلونزا أو الالتهابات لدى الأطفال جميعها مؤشرات على إصابتهم بالفيروس ومن جهتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تؤكد على أهمية الحرص الدائم على اتباع إجراءات السلامة والوقاية داخل المدارس وبين الأطفال وأن تخضع الأعراض للمراجعة باستمرار لفهم طبيعات الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر